رئيس مجلس النواب الامريكي مايك جونسون رئيس مجلس النواب الامريكي زي بيناظر عندنا الدكتور حانة في جبالي كده بخير رئيس مجلس الشعب عندهم يعني بيقول اؤكد للرئيس الوزراء الاسرائيلي دعمنا الثابت لاسرائيل وشعبها واؤكد له ان الكونجرس تحت قيادتي ستبقى سنبقى هناك حتى النهاية حتى النهاية في هذا الصراع كمسيحي اعلم واؤمن ان الكتاب المقدس يعلمنا بوضوح شديد اننا يجب ان نقف مع اسرائيل وان الله سيبارك الامة التي تبارك اسرائيل واننا سنأخذ سلام القدس ده مين هذا الكلام؟ ده رئيس مجلس النواب الامريكي بيقول ان الكتاب المقدس الانجيل بيقول كمسيحي اعلم ان الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا نقف مع اسرائيل وانه ربنا هيبارك الامة اللي تقف مع اسرائيل انا اعتقد ان رجل مايك جونسون لم يقرأ الكتاب المقدس اللي بيقومن به لانه الانجيل يعني احنا يعني مش هنتحك على بعض يعني الانجيل قائم تماما على انه اليهود هم اللي عملوا وهم اللي خربوا وهم اللي عملوا وكذا يعني مش عايزين نخلط الامور في بعض وده برضو موضوع عايز متخصصين لكن اللي ملفت للنظر انه واحد بهذا المنصب الرفيع في امريكا يطلع ولك انا بتكلم كمسيح ويطلع بلينكون اتكلم كيهود يا جماعة واحنا نعمنا حرب الدينية دي مصيبة سعودة دي مصيبة سعودة اصلا اعزين حرب الدينية يعني يعني انتو عايزين حرب الدينية اعتقد ان ده خطر هاتلي ابني الفيديو شغلهولي كده يا حبيبي اعتقد انه هذا الكلام كلام فارغ ويجب انه يعني تردع لي اتمنى ان الكنيسة المصرية العريقة طلع بيان زيتاني الازهر انا باخترح طبعا يعني نيافة الانبى توادرس هذا الرجل الوطني المصري الاصيل العظيم اعتقد انه البابا توادرس لو بيان طلع من الكنيسة المصرية ما عرفش ده يليق لا انا ما عرفش بس الازهر طلع بيان وحتى بيان رد على هاته اولاء اللي بيقولوا انه الكتاب المقدس الانجيل بيقول ان احنا نقف مع اسرائيل ده اسرائيل ضربت الكنيس في القدس وضربوا المسيحين في القدس وهدوا الكنيس في القدس يا جماعة احنا نضحك لبعض ده شغل السياسة يعني لا احنا اعتقد الكنيسة المصرية يعني لها مواقف تاريخية ومواقف انية ومواقف حضرة ويمكن ان يعني ترد على هذا الهراء اللي بيقحمه الدين فيما لا يجب ان يقحم فيه ده مايك جونسون رئيس مجلس النواب الامريكي العنصري اللي عايز حرب بدناه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر